ستسجل مستويات قياسية من انتاج الحبوب متوقعا تسجيل سنة استثنائية لدعم الانتاج الوطني وتخفيذ فاتورة الاستيراد مسعى ينسجم مع توجهات الحكومة التي جندت غلافا ماليا يقدر ب120 مليار دينار لدفع مستحقات الفلاحين ومنتجي الحبوب في أجر أقصى هو 48 ساعة الحكومة تتجند لإنجاح حملة الحصد والدرس ووزير الفلاحة يعد بتحقيق سنة استثنائية بتسجيل رقم قياسي في انتاج الحبوب ما سيسمح بتقليص فاتورة الاستيراد والتوجه في منح تحقيق الاستقلالية هو العام ان شاء الله يبشر بالخير وان شاء الله يكون عام ثاني استثنائي يعني ربي يعطينا امطار خاصة توزيحة الامطار جاء في وقتها المناسب ان شاء الله يكون فيها خير لانتاج الوطني وهذا ما خلنا باش نزيد انكثفوا الجهود لأجل تعطير عملية الحصاد والدرس خاصة الاليات التي جندت من حاصدات من تخزين اماكن تخزين من النقل ومن نقاط التجميع توقعات ان شاء الله تكون احسن من سنة الفارطة لحسب المعطاية الاولية ولحسب خاصة الامطار اللي حبانا بها الله هذا في شهر رمضان انتم شفتوا يعني البرودة هذه هذه رح يكون عندها انعكاس مباشر على يعني الكاليتي كمية يعني الكيفية تعالى المنتوج يعني جودة المنتوج وخاصة على المردود هذا رح يخلي يعني في هذا الفصل تعالى النمو تعالى النبتة هذا الامطار هذه رح تزيد الدعم للمردود تعالى الحجم تعالى هذه السنبولة هذه ان شاء الله هذا ما يخلينا باش يعني نتفعله خير من خاصة من المردودة حيكون احسن وان شاء الله يكون فيها خير ليخلينا باش نواجهه السنة القادمة باقل واردات ممكن ولضمان تجميع القمح بنوعيه وكذا الشاعر وزارة الفلاحة تقر تخصص مئة وعشرين مليار دينار لدفع مستحقات الفلاحين ومنتجي الحبوب في اجل قياسي لا يتعدى الثمانين والاربعين ساعة مع تجنيد ازيد من خمسمائة نقطة لتجميع الحبوب البنك وفرنا ما يفوق مئة وعشرين مليار دينار هذا المبلغ مخصص لباش ندفع مستحقات الفلاحين حينما ينتهوا من الدفع وهذا لا يتجاوز 72 ساعة والاكتر لا تتجاوز 48 ساعة لما الفلاح يكمل الدفع التعويه يجيبنا تيكي تعد فلساش التعويه يخلص في 48 ساعة والمكنناء الآلات التي عنا موجودين وعندنا آلات اليوم تروح للجنوب باش تزيد تعاون لأننا لاحظنا فيه في بعض المناطق اللي في الجنوب باش نحصدها بسرعة كانوا تقنيين تاعنا الأسبوع الماضي موجودين على بعض الولايات الجنوبية وقلنا احنا باش نزيد وندعمهم من الجنوب من هذه الآلات الحصاد ولأن القمح الليين المعادلة الصعبة والعائق الأكبر في ميزان المدفوعات عماري دق نقوس الخطر لإعادة النظر في تأطير الأسعار وإقرار تحفيزات جديدة الموسم القادم والله النص القانوني هذا كان متخذ في 1988 يعني نظن بعد أكثر من 30 سنة لجاء الوقت باش نعود ونحينوا هذه المعطايات ونشوف هنا الدرسه مع الخبارات وندرسه مع المهنيين كيفاش يدم يعادة النظر فيه باش يكون فيه تحفيزات أكثر للفلاحين هنشوف الفلاحين ليدير مجهودات أكثر ويحصل على يعني مردود أكثر ويجيب يعني منتوج عنده جودة اللي قدروا يستغله غدوة في المطاحن وعنده يعني جودات يعني توصل حتى المستوى عالمي هذا نظن لازم له باش يكون تحفيزات نحن ندير نظام تالتحفيزات اللي راح ندرسوها ونطرحوها الحكومة وإن شاء الله باش تكون عندها نعكس يعني بالموسم القادم إن شاء الله ينطلق العمل بهذا القانون الجديد إن شاء الله كل المؤشرات تنبئ بتسجيل مستويات قياسية في إنتاج الحبوب وبالمقابل كل الأرقام تؤكد ارتفاع فاتورة استيراد الحبوب ما يستدعي التحرك لتشجيع الفلاحين لرفع مردود إنتاج الحبوب في الهكتار لتحقيق الأمن الغذائي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر